بسم الله الرحمن الرحيم وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان هيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل يبحث خلالها مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة على المستوى التلموي إضافة إلى حضور سموه قمة جوجرات النابضة بالحياة العاشرة وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق مطار ساردار فالا بهبهايباتيل الدولي في مدينة أحمد أباد في ولاية جوجرات دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند ومر صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهندي على لوحة تجمعهما معا معلقة في مبنى المطار كما شاهدا عرضا لإحدى الفرق التراثية ورافق دولة ناريندرا مودي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان إلى مقر الاجتماع بينما اصطفت أعداد من أبناء الهند على جانبي الطريق تحية لصاحب السمو رئيس الدولة حاملين أعلام دولة الإمارات والهند يرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد يضم كل من سمو الشيخ طحنون بن زايد آلنهيان نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ترجمة نانسي قنقر